هي دكتورة أمل في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة هي عطية في فيلم الأفوكاتو هي هيلين رشتر في مسلسل رأفة الهجان هي فاطمة في جزيرة الشيطان هي كلها أولا وأكثر إنها النجمة المتقلقة يسرة ولدت يسرة في العاشر من شهر مارس في عام 1955 ولذلك فهي تبلغ من العمر 68 عام اسمها الحقيقي هو سيفين محمد حافظ نسيم وبرج الفلكي وبرج الحوت هي من موليد مدينة القاهرة عمها هو محمد نسيم ضابط المخابرات العامة المصرية الأسبق كما إنه عضو في تنظيم الضباط الأحرار انفصل والديها وهي طفلة ولذلك لم تكن حياتها سعيدة وكان والدها بيعاملها بقسوة أصرت يسرة لا تستسلم لذلك حصلت على شهادة جي سي اي وتزوجت من المهندس خالد سليم ابن الفنان الراحل ورئيس النادي الأهلي صالح سليم كما إنه شقيق الفنان هشام سليم واتفقت يسرة معاه على عدم الإنجاب وبالفعل لم ترزق بأطفال رغم إنها كان لها تجربة تزواج سابقة من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصافدي ولم تستمر معه طويلا كما إنها لم تنجب منه أطفال أيضا قدمت يسرة العديد من الأعمال الفنية المتنوعة وهبرز أعمالها كانت مع الزعيم عادي الإمام ومنها فيلم المولد وفيلم بوبوس كما تألقت في الدراما فقدمت مسلسل أين قلبي وغيرها من الأعمال الناجحة المتميزة نتابع معنا الأعمال الفنية المصورة الكاملة للفنانة يسرة ثم نواصل بعدها سرد تاريخ حياتها سنة 1977 فيلم فتاة تبحث عن الحب ومسلسل حكاية عريس وعروسة فيلم ألف بوسة وبوسة مسلسل موعد لم يتم 78 فيلم مايول لبنت الأسطى محمود فيلم أصرف الهواء فيلم شيطان الجزيرة شباب يرقز فوق النار جوحة وبنات شهبندر التجار الجنة تحت قدميها ابتسامة واحدة تكفي أشاق تحت العشرين في 79 ومسلسل الشاهد الوحيد فيلم البنت كبرت عمل إيه الحب في بابا سنة 80 ودائرة الشك مسلسل الفندق مسلسل الأنف وثلاث عيون أسكياء لكن ألبياء ليلة شتاء دافعة سنة 81 ودماء على السوب الوردي حكمة المحكمة بياضة الإنسان يعيش مرة واحدة على باب الوزير سنة 82 حدوتة مصرية السقر اعتداء اعتداء ضرب الهوى سنة 83 وبرج المدابغ إن ربك لب المرصاد الأفوكاتو لا تسألني من أنا سنة 84 شقة الأستاذ حسن سيدة الفندق بداية ونهاية سنة 85 مصرحية فيلم الصعليك الإنس والجن فيلم 86 وصمت عار منزل العائلة المسمومة كراكون في الشارع قبل الوداع سر الرغاية مسلسل فيلم الجوع الجلسة سرية فيلم البداية موعد مع القدر 87 لعدم كفاية الأدلة أصفور له أنياب سكة الندمة بستان الدم لعيبة التعويزة صرخة ندم 88 نشاطركم الأفراح مسلسل رأفة الهجان الجزء الأول امرأة للأسف مسلسل بعد العاصفة 89 أيام الغضب فيلم المولد فيلم سيدة القايرة سنة 90 مسلسل رأفة الهجان الجزء الثاني جزيرة الشيطان فيلم امرأة واحدة لا تكفي اسكندرية كمان وكمان الراعي والنساء سنة 91 92 مسلسل رأفة الهجان الجزء الثالث امرأة آيلة للسقوط الشرس الإرهاب والكباب مرسيدس سنة 93 ضحك ولعب وجد وحب فيلم المنسي حرب الفراولة 94 فيلم المهاجر طيور الظلام 95 فيلم نازوة 96 عش الغراب 97 حياة الجهري مسلسل فيلم رسالة الى الوالي 98 دانتلا فيلم كلام الليل 99 حسن وعزيزة قضية امن دولة فيلم مسلسل اوان الورد سنة 2000 فيلم الورد الحمرة ضيفة شرف فيلم المدينة ضيفة شرف فيلم ثقافي فيلم العصفة 2001 مسلسل اين قلبي 2002 مصرحية لما بابا ينام ضيفة شرف فيلم معالي الوزير مسلسل ملك روحي 2003 مسلسل لقاء الهواء 2004 فيلم اسكندرية نيويورك فيلم دم الغزال 2005 مسلسل احلام عادية فيلم ماتيجي نوروس 2006 فيلم كلام في الحب فيلم عمارة يعقبيان مسلسل لحظات حارجة 2007 مسلسل قضية رأي عام مسلسل في ايد امينة 2008 2009 مسلسل خاص جدا فيلم بوبوس مسلسل بالشامع الاحمر 2010 فيلم 18 يوم 2011 مسلسل شربات لوز 2012 فيلم جيم اوفر مسلسل نجدب لقولنا ما بنحبش 2013 مسلسل سرايا عبدين الجزء الاول 2014 سرايا عبدين الجزء الثاني 2015 مسلسل فوق مستوى الشبهات 2016 2017 مسلسل الحساب يجمع 2018 مسلسل لدينا اقوال اخرى ضيفة شرف مسلسل عوالم خفية 2019 ضيفة شرف فيلم اولاد رزق جزء الثاني فيلم صاحب المقام 2020 مسلسل خيانة عهد مسلسل حرب اهلية 2021 مسلسل احلام سعيدة 2022 ضيفة شرف مسلسل بحث عن علا نستكمل معا بعض الاحداث والتفاصيل من حياة الفنانة يسرى حدث خلاف بين النجمة يسرى والفنانة رغدة واستمر طيلة 11 عام وذلك بسبب الفنانة الراحل احمد زكي واللي قام بمنع الزيارة عنه اثناء فترة مرضه واكتفى بالفنانة رغدة اكتفى بها ان تقيم معه وقد توقعت يسرى ان رغدة هي السبب في منع الزيارة عنه وبالفعل قامت بطلب الزيارة ولكن رغدة رفضت ذلك ومنعتها من الزيارة مبررة ذلك بان هذا بناء على رغبة الفنان احمد زكي تم اختيار النجمة المصرية يسرى لكي تكون سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الامم المتحدة وذلك في عام 2006 وقد اكد مصدر مسؤول من الامم المتحدة انه قد وقع الاختيار عليها لانها من اشهر شخصيات الوطن العربي وكذلك لاهتمامها بقضايا الناس وقضايا المرأة ورحلتها الفنية الطويلة التي قدمت فيها العديد من الاعمال الفنية وكذلك مشاركتها للكثير من الجمعيات الاهلية في بعض الانشطة الاجتماعية بدأت يسرى مسيرتها الفنية في فترة السبعينات عندما شاركت في فيلم فتاة تبحث عن الحب واللي تم عرضه في عام 1977 ثم شاركت في نفس العام في مسلسل حكاية عريس وعروسة وبدأت تتقلق في العديد من الادوار وتقدم الكثير من الشخصيات وكان ابرز ادوارها مع عاد الامام والذي قدمت معه اكثر من عمل فني ناجح من اهمها فيلم جزيرة الشيطان وفيلم الانس والجن وغيرها كما شاركة النجم الراحل احمد زكي في اكثر من عمل ايضا منها فيلم الرعي والنساء وفيلم امرأة واحدة لتكفي وغيرها وكذا نتمنى للفنانة الكبيرة يسرة بدوام الصحة والعافية والنجاح والتوفيق الدائم